السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة اعود بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك لم تاد نضربها للناس لعلهم يتفكرون وأيوب إذنذا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فلما جاء الصحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأوحينا إلى موسى أن القعصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أثى ولا يفلح الساحر حيث أثى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نسألك اللهم رب العرش العظيم أن يشفي هذه الأخت اللهم شافيها يا ربي وشافي جميع مرضى المسلمين نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزة الشياطين وأن يحذرون رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم أعود بكلمات الله التامات من كل الشيطان وهمة ومن كل عين لامة أعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزة الشياطين وأن يحذرون اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ربي شافي هذه الأخت شفاء تاما في هذا اليوم المبارك السعيد وشافي جميع مرضى المسلمين في كل مكان إنك أنت السميع المجيب رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم اللهم فك السحر عن المسحورين اللهم أبطل العين عن المعينين اللهم احفظ عبادك من شر الخلق أجمعين اللهم احفظنا جميعا من عين العائنين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين والشر الخلق أجمعين ببركة القرآن العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور اللهم يا عفو يا غفور بحق الطور وكتاب المسطور اللهم شافي هذه الأخت اللهم شافيها وشافي جميع مرضى المسلمين ببركة الصلاة على النبي المختار الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل هذه الحالات هي كتواجد كثير في المجتمع والأسباب هي متعددة قد يكون السبب له جانب نفسي الجانب النفسي هو معقد جدا هو كين تراكمات في النفس البشرية وكين تداخل قوي وتفاعل عميق فقد يكون الإنسان عنده إفراز لمرض نفسي ربما قد ينظر إلى الطبيب متخصص في علم النفس وكذلك جلسات متعددة وممكن يعرف من خلال هذه الجلسات يفك هذه العقدة الداخلية لكن عند الإنسان إما عنده تفكير غير منقطع وإما عنده تمثلات وخيالات وأوهام هذه مرض نفسي ويقدر يكون مرض روحي هناك فرق بين المرض النفسي والمرض الروحي النفس ما شيء هي الروح النفس شيء والروح شيء آخر غريب ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا المرض الروحي قد يصاب الله يستركون بهذه الأعمال الشيطانية أعمال سحرية قد يكون السبب العين أقله هو العين حمل واحدة بلآن عنده حياته مليئة بالأوهام ومليئة بالأمراض ومليئة بالأحزن والسبب عنده العين استعينوا على قضاء حوائجكم بالكثماني فإن كل ذي نعمة محسود يصاب بالحسد كتلقى حياته كلها كتعدفى انقلابات اهتزازات وقد يكون السبب من غير العين الحسد العين غير من بعيد ولكن الحسد هو ضرر كيكون في قلب الحسود كيتمنى الزوال نعمة كيقول يا ربي هد العائلة اوقع لها كذا وكذا كيتمنى السوء والعيد بالله العين ما زنره بقي بعيد صاحب العين لكن الحسود في قلبه مرض عنده بركان كيتمنى وقوع البلاء على فلان لذا ربنا عز وجل قال لننتعود منه من شر حسد اذا حسد قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الحسد وعرين وكل اللي هو اخطر من الحسد هو الاعمال الشيطانية يقدر لانسان كي يعمل عمل شيطاني وكيرميه على واحد العائلة وملتما كيوقع عليهم الموانع اما كل اللي عنده الموانع في الرزق يعني كيخدم ويظل يخدم ما عنده رزق او ملقاش الخدمة اصلا كل اللي عنده موانع في الزواج الناس كلهم كيتزوجه هو منظور او هي منظورة بالجمال وما يتزوج عنده المهنع وكل اللي ما عنده لا يستر المهنع في استمرار الحياة الزوجية كتلقى سريع بغيك يتطلق كيوقع عليه عدم الصبر وكيوقع عليه الاستضام ويراء الوجهة المسود من الحياة فيتمنى الفرق بسرعة ميقداش يستمر كما صبر أولو العزم وكل اللي عنده اختر من هذا هو كيتصاب في الدات دياله كما هذا الشابة اخت عتيقة هذه تصابت في الدات ديالها في الغالب غالب الضم التشخيص هذا الحال يكون فيها بحل التلبس الإنسان يتلبس والتلبس هو حقيقة هناك من ينكر هذا التلبس ويعتقد بأنه من الخرافات ولكن اللي كان يقوم بممارسة هذه الحالة ويبغي على الجو ويباشرها ركي تأكد بأن التلبس موجود وفي القرآن الكريم ربي لما تكلم على على أكل الربا ماذا قال الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما كالذي يتخبطه الشيطان من المسي كالذي يتخبطه الشيطان من المسي يعني كي تردخ وكي بدي تعمل معاملة سيئة ويقدر يقعي عاشر وربي لما تكلم على أهل الجنة وعن الحور العين قال لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان هناك التداخل ما بين العنصر الإنسي والعنصر الجني والعياد بالله فهذا الحالة هذه ربما تقدر يكون عمل شيطاني لهو سحر كما قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم وما لا ينفعهم هؤلاء يتعلمون أعمال شيطانية وهذا للأسف الشديد منتشر في المجتمع وكان أيام زمان منذ تاريخ البشرية وازدهر في عهد سي بن سليمان لهذا الآية الكتبت له هي الآية القصة دي سي بن سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما لا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب سبحان الله كنت أحضر في المحكمة دي الأسرة للصلح مع بعض الأشخاص اللي هم وقفنا للطلاق وكان تعاونوا الناس للقضاء المجلس العلمي بعض المتطوعين وكان حاولوا لقوا شي سبب وجيه دي الطلاق بين مروا رجول وهما كتر خصوصا كيكونوا أطر عليا كتلقى عنده شهداء علمية وعنده وظيفة وعندهم عندهم استقرار مالي وعندهم ولدات ووقف على الاطلاق وش سبب؟ ما كتفهموش كيجي واحد من ناحية النفسية كيقولوا ربما كالعناد كالكبريا كالغضاب كالقلاق كالوسوس ما كتفهموش كتقول ربما المشاء المادية مستونين فكيتأكد لك بأن السبب هو معمولهم عمل شيطاني للتفرقة تفرقة ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذا كثير في المجتمع معظم أحد الطلاق اللي كينا لأن المغرب ده بالآن معروف أنه صار من الدول المتقدمة على المستوى العالم العربي في الطلاق قبل قبل ألفين قبل ألفين المغرب كان في المستويات المتدنية كان ربما الثالث ما قبل الأخير المغرب ما فيه طلاق قليل هذا هذا واحد لإحصاق قامت به بعض المنظمات دي الأمم المتحدة والقو بأن قبل ألفين المغرب كان فيه طلاق نازل بزاف يعني الرتبة الثالثة ما قبل الأخير خفيف بعد ألفين ده كيصعد كيصعد كيصعدها وفي الرتبة العلياء وده بالآن كانت سابقا مصر جزائر تونس ربما مصر من الطبقات الأولى والعياد بالله وهذه الأسباب هي من غير الحرية والعلاقة الرضائية والمشاكل ولكن المشكل الأساسي كان حاضر هذا الشعوذة والعياد بالله شحل دي الناس كيتفرقوا بسبب الشعوذة كتوقع بالزوج والزوجة وكيتفرقوا وخوصا دك الشعوذة سهلة علمون سهل ويتعلمون ما يفرقون به بيدا المرأة وعلمون يتعلمون فالأخذ ديالك اللي لا تعتقى ربما شو أحضر معلكم هاد الأشياء كيوقع فعلا كيتسمى سحر الأوهام أخطر أنواع السحر سحر الأوهام أن هاد الناس كلهم ما غليه الشر وكيتوفم بأن خطر محدق به كيخرج بالليل كيسمع أصوات كيشوف خيالات ملكين عس كيشوف رأسه بأنه يسقط من مكان عال من مرتفع كبير أو يهوي به في عمق صحيق أو يرى بأن هناك مخلوقات غريبة ثعابين وأفاعي وكلاب سوداء وقطة مخيفة كتكتبع كيشوف المشاهد هو معذب العلاج دياله كيكون طبعا بكلام الله كلام الله كيف ذلك هو أنك تشحن بحل البطارية دياله أخوات ذلك كلام الله تعالى كيوقع فيه نوع من الشفاء ونوع من التنقية والتزكية بأمر الله فأساد المستمعين الله يجزيكم بألف خير ندروا وحد الفتحة لأخت هذه لعل الدعاء هو مخ العبادة وهو الذي يشفي ونقرأوا الآيات الكريمة التي وضعها الله تعالى لإيزالة البلاء وهذه فرصة الناس يسمعوا فينا واحد العداد ديالناس اللي عندهم ربما نفس المعاناة هذه فرصة احنا في هذه الجمعة المعظمة المكرمة وحنا مجموعين كاملين نقرأوا هذه الآيات القرآنية اللي ربي عز وجل اجعل فيها الشفاء وندروا الدعاء وليكن بغي ديروا واحد الإناء دير الماء حده هذه الآيات القرآنية من اللي كيسمعها الماء كتشجل في الماء الماء بحل السيدغوم كيتشجل ومن البعد كيعود طاقة استشفائية ونقول جميعا بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك تخفيف من ربكم ورحمه ذلك تخفيف من ربكم ورحمه ألا نخفف الله عنك وعلم أن فيكم ضعفا ألا نخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك لم تاد نضربها للناس لعلهم يتفكرون وأيه بئدنا ذا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين واذكر عبدنا أيوب إذ ناذى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ ناذى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأوحينا إلى موسى أن القي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نسألك اللهم رب العرش العظيم أن يشفي هذه الأخت اللهم شافيها يا ربي وشافي جميع مرضى المسلمين نعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزة الشياطين وأن يحذرون رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم أعود بكلمات الله التامات من كل الشيطان وهمة ومن كل عين اللامة أعود بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزة الشياطين وأن يحذرون اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب شافي هذه الأخت شفاء تاما في هذا اليوم المبارك السعيد وشافي جميع مرضى المسلمين في كل مكان إنك أنت السميع المجيب رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم اللهم فك السحر عن المسحورين اللهم أبطل العين عن المعينين اللهم احفظ عبادك من شر الخلق أجمعين اللهم احفظنا جميعا من عين العائنين وحسد الحاسدين وكيد الكائدين وسحر الساحرين والشر الخلق أجمعين ببركة القرآن العظيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور اللهم يا عفو يا غفور بحق الطور وكتاب المسطور اللهم شافي هذه الأخت اللهم شافيها وشافي جميع مرضى المسلمين ببركة الصلاة على النبي المختار الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة